اهلا بكم الى مجز اخبار الان اعلن المجلس المحلي في مدينة لطامنة وسط سوريا ان مدينة لطامنة منكوبة بسبب القصف الجوي والصاروخي المكثف من قبل قوات نظام سوري وحليفته روسيا وكثفت الطائرات الحربية التابعة لقوات نظام وحليفته روسيا قصفها على المدينة حيث شنت مئات الضربات الجوية اضافة لقصفها بمئة وخمسين صاروخا من الحواجز المحيطة سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقل الجفر النفطي شمال شرقي مدينة دير الزور عقب فراري مسلحي تنظيم داعش من الحقل واستهدف الطائرات التحالف الدولي مواقع يتحصن بها مسلحو داعش قرب الحقل قبل عملية تقدم لقوات برية من ميليشيات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات برية امريكية يستعد الجيش العراقي للسيطرة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستان حيث تعد هذه الاستعدادات جزءا من جهود الحكومة المركزية المتزايدة الرامية الى عزي الاكراد بعد تصويتهم بالموافقة على الاستقلال وتأتي هذه الاجراءات بعد يوم من فرض العراق حظرا على الطيران اوقف جميع الرحلات الدولية في مطارات الاقليم قتل عشرون مسلحا على الاقل من بينهم متمردون باكستانيون واخرون من تنظيم داعش في قصف جوي وعمليات عسكرية باقليم ننجار هار شرقي افغانستان ونفذت القوات الامريكية قصفا جويا في منطقة نازيان مما اسفر عن مقتل خمسة عشر مسلحا من داعش تجمع اكثر من الفي شخص من اقلية الروهينجا المسلمة على ساحل ميانا مار هذا الاسبوع بعدما غادروا قراهم في ولاية راخين الغربية متجهين الى بنغلاديش وسبق انفر اكثر من نصف مليون شخص من مسلمين الروهينجا في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش واعمال عنف اهلية عدتها الامم المتحدة بمثابة تطهير عرقي قال وزير الخارجية الامريكي ريكسي تيلرسون ان الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع كوريا الشمالية لمعرفة مدى استعداد النظام لعقد حوار حول التغخل عن برنامج اسلحته النووية والتقى تيلرسون كبار المسؤولين الصينيين في بكين لبحث الجهود لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتحضير لزيارة الرئيس الامريكي دونالد تراب في نوفمبر 22 المقبل جابت فرقة رويال دي لوكس الفرنسية للعروض الترفيهية جالت شوارع العاصمة السويسرية جينيف اذ استهلت اول عرض بدماها العملاقة في المدينة واحتشدت الجماهير في الشوارع للتمتع بعرض الدومة العملاقة التي استيقظت من سباة عميقة الى اللقاء اشتركوا في القناة